أي بنية إنك فرقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العشة الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وكر يعني بيت وعش ما تعرفهوش وقرين لم تألفيه اللي هو جوزة يعني فاحفظي له خصالا عشرة يعني إيه اعرفي عن جوزك عشر خصال يقول لك زخرة يبقى سند وظهر ليك إذا عرفت الحاجات دي أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة يعني إيه اللي حاصل خليك هادية ولما يقول اسمعي وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح إيه طبعا الرجال وهو قاعدين يسمعوا يا سلام وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة يعني الجوع لما يجب بعضه كده يولع الرجل يخلي الرجل ما يقدرس يقعد وتنغيص النوم مغضبة لما ينيجي العيال تتنطط كده وانت تعود ترزعي وتخبطي وتمسك المكنسة وهو نايم يبقى لا على حمي ولا على بارد ترجمة نانسي قنقر